مثال آخر العتبات المقدسة الشيعية ينتشر الفساد فيها بكل أشكاله الفساد المالي حدث ولا حراج السرقات لها أول وليس لها آخر الفساد الأخلاقي ابتداء باللواط والزنا وانتهاء بكل المفاسد الأخرى في داخل هذه العتبات في داخل بناياتها ومؤسساتها ومن كبار المسؤولين فيها إذا كذبوا كلامي سأفتح ملفاتهم وبالأسماء والوثائق هؤلاء سفلة البرنامج ليس معدًا للحديث حول مفاسد هؤلاء السيستانيين هذه مؤسسات سيستانية يضرب الفساد المالي والإداري والأخلاقي الفساد بكل أشكاله يضرب أطنابه في العتبات المقدسة فضلاً عن اختطاف الأشخاص الذين يفتحون أفواههم بكلمة أو كلمتين يتحدثون عن فساد هذه العتبات يختطفونهم يرعبونهم يعذبونهم يهددونهم بالقتل وهناك حديث عن بعض الأشخاص فقدوا العتبة الحسينية مثلاً هناك كارفانات خلف مستشفى السفير هنا يعذب الذين يختطفون هنا جرائمهم تنفذ في هذه الكارفانات وهذا الأمر ليس مختصراً على العتبة الحسينية وكل ذلك من دون تفويض قضائي ومن دون سلطة قانونية التفويض جاءهم من محمد رضا السيستاني من هناك يأتي التفويض لخطف الناس وتعذيبهم والاعتداء عليهم وتهديدهم باغتصابهم جنسياً مفاسد هذه المؤسسات السيستانية لا تعد ولا تحصى ولكن يكتم عليها لماذا؟ لأن السيستانية لا يجوز للشيعة أن يفضح الوكلاء الفاسدين هذا هو الواقع هذا هو الواقع أنا أقول للسيستانيين على سبيل المثال حاوية المعلومات هذه اليؤسبي حاوية المعلومات هذه وحق حسين الذي نعيش أيام أربعينه وحق حسين هذه الحاوية وصلتني من بينكم أخاطب محمد رضا السيستاني ومن في درجته أقول لمحمد رضا السيستاني هذه وصلتني من بينكم وحق حسين خرجت من بينكم تجتمل على معطيات وعلى معلومات حسية لا أتحدث عن معلومات غير حسية تجتمل على معلومات حسية تثبت وبشكل واضح ارتكاب العمائم العمائم السوداء من الصف الأول وحين أقول من الصف الأول يعني من الصف الأول 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 من العمائم الخوئية والعمائم السيستانية وأكرر كلامي من العمائم السوداء من الصف الأول من الصف الأول من العمائم الخوئية والعمائم السيستانية من الأحياء الموجودين الآن وممن يتسلطون على رقاب الشيعة بالنسبة للعمائم السيستانية من العمائم التي يسلطها السيستاني نفسه أتحدث عن المرجع من العمائم التي يسلطها السيستاني المرجع الأعلى نفسه على رقاب الشيعة هذه المعطيات وهي معطيات حسية تثبت بشكل قطعي لقد تتبعت التفاصيل بالنسبة لي هي ثابتة بدرجة مئة بالمئة بإمكاني الآن أن أأخذ فاصلا وأن أعطي هذا أن يؤسبي للكونترال روم كي يعرض ما فيه على الشاشة لأنني متأكد من صحة هذه المعلومات وهي خارجة من بينكم هذه المعلومات وهذه المعطيات الحسية تثبت ارتكاب العمائم السوداء من الصف الأول من الخوئيين والسيستانيين تثبت تثبت ارتكابهم اللواط 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 ارتكابهم اللواط والزنا والزنا إنه الزنا بكل شرائطه ما هو بزواج المتعة تثبت ارتكابهم اللواط اللواط والزنا وشرب الخمر إلى سائر المفاسد الأخرى في داخل المؤسسات الخوئية والسيستانية وفي خارجها وفي العديد من البلدان حينما أقول وفي العديد من البلدان في أكثر من بلد لنفس هذه الشخصيات لا أتحدث عن شخصيات أخرى وإنما هم يرتكبون المفاسد هذه في داخل المؤسسات وفي أماكن أخرى في خارج المؤسسات المرجعية وفي العديد من البلدان وأني أقول لكم أخاف واحد من عدكم يريد يفتح حلقة أنتم الخوئيين والسيستانيين إذا ما كذبتم حرفا واحدا من الذي قلته بخصوصي المعلومات المخزونة في هذه الحاوية في حاوية المعلومات هذه إذا ما كذبتم حرفا واحدا من كلامي وحق نحر الحسين المدمى سأنشر هذه المعلومات على هذه الشاشة سأعد برنامجا خاصا بها وسأجمع لها فعند الكثير الكثير الكلام لا يقتصر على هذا وإنتم تعرفون زيا إذا أريد أصلخ لواحد أصلخ صلخة أخو الأخو أنع الوالدي حذاري أن تكذبوا حرفا واحدا مما قلته لأنني تحدثت بشكل إجمالي إذا كذبتم حرفا واحدا مما قلت سأنشر هذه المعلومات ولعلمكم الذي يقفني أن أنشر هذه المعلومات هذه المعطيات وصلتني منذ زمن ليس الآن إنما جئت بها مثالا وإلا هي عندي منذ زمن الذي أوقفني أن أنشرها لأنها تتطرق إلى العوائل وإلى أسماء وإلى ذكر نساء وأنا لا أحب أن أجعل برامجي مرتعا للحديث عن العوائل وعن النساء وبالأسماء لكن إذا كان الأمر صدعا بالحق فلا أبالي فلا أبالي بذكر العوائل وذكر النساء بالنسبة لكم أنتم لا كرامة لكم ولا حرمة أنتم مجموعة هتلية وسرسرية وخاطب الخوعيين والسيستانيين على حد سوا مجموعة هتلية وسرسرية لواط وزناء وخمور أتحدثوا عن العمائم السوداء من الأحياء من المسلطين على رقاب الشيعة الآن من الصف الأول من الخوعيين والسيستانيين أنا لا أدري هل هذه المعلومات وصلت للسيستاني أو لا لا أستبعد هذا لأن الأمر إذا رجع إلى معرفتي بأحوال هؤلاء فإن السيستانية يعرف أحوالهم وعندي من القرائن ما يثبت ذلك لكنني لا أريد أن أذكرها الآن لأنني إذا ما ذكرت بعضها فإنكم ستعرفون الأسماء حينئذ وستعرفون الأشخاص وأنا لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج لكن المعطيات الموجودة هنا حقيقية حقيقية وأكرر كلامي هذه المعطيات تثبت أن الصف الأول من العمائم السوداء من الموجودين الآن من الخوئيين والسيستانيين يمارسون اللواط والزنا وشرب الخمور في المؤسسات المرجعية الحالية وخارج هذه المؤسسات وفي أكثر من بلد هم أنفسهم لا أتحدث عن مجموعات في بلدان مختلفة وإنما أتحدث عن نفس الشخصيات التي هي من الصف الأول حذاري أن تكذب حرفا واحدا مما قلت فأنا لا أبالي ولا أرى لكم كرامة ولا حرمة مطلقا مجموعة هتلية أو سرسرية أو ساقطين الذي يوقفني هو رأفتي بالعوائل والنساء ليس إلا ولكن إذا اقتضت الضرورة فإنني لا أبالي سأنشر هذه المعلومات هذا هو الواقع الشيعي وأعتقد أنكم من خلال لغة جسدي ومن خلال طريقة حديثي تستكشفون صدق كلامي فأنا لا أقول شيئا لست متأكدا منه خصوصا إذا كان موضوعا بهذه الأهمية وأنا لا أبالي أن أنشر هذه المعلومات فإني أعلم أشياء هي أسوأ من هذه بكثير عن هؤلاء وهذا شيء قليل من فسادهم وقذارتهم هذا هو السبب الذي يدفعني أن أتحدث بكل قسوة وبكل صراحة وبكل جرأة عن المرجعية السستانية وعن سائر المرجعيات الفاسدة الساقطة الأخرى هذا هو واقعنا وعلينا أن نضع أصابعنا على مواطن التعفني والقذارة في هذا الواقع خلاصة الكلام فواقعنا الشيعي قذارته وفساده ونجهسته أكثر من الواقع السني بكثير بكثير لكن ما يظهر في الشارع السني من حديث عن فساد خصوصا في الفترة الأخيرة السبب فيه ليس للسيستاني من سلطة هناك كي يصدر الفتاوى في تحريم فضح الفاسدين من وكلائه من وكلائه من أصحاب العمائم أو من وكلائه من السياسيين السفلة الذي يجري في الشارع السني والذي يجري في العالم الافتراضي السني أيضا في عالم الانترنت هناك تسريبات هناك الكثير من فضائح الفساد هناك الكثير من الوثائق هناك الكثير من التسجيلات الصوتية هناك الكثير من الفيديوات سبب انتشار هذه الأشياء في هذه الفترة أولا الاضطرابات في كل العراق هناك اضطرابات في كل العراق على المستوى السياسي وعلى المستوى القضائي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي هناك اضطرابات تتنفس هذه الاضطرابات عبر الإعلام وخصوصا عبر الإنترنت هذا أولا وثانيا هناك خلافات محتدمة بين السياسيين وبين السياسيين ورجال الدين في الواقع السني في العراق وهذا شيء معروف الحرامية من يتعاركون تطلع البوقة إذا اختلف اللصوص بانت السريقة حرامية من يتعاركون تطلع البوقة وثانثا ليس عندهم سيستاني كهذا البلاء الذي عند الشيعة كي يصدر الفتاوى بالتستري على القذارة الشيعية حفاظا على سمعة الطائفة فخليها محشاية بخراها خلي طائفة محشاية بخراها هذا هو الذي يجري في الشارع السني الأمر قد احتدم احتداما واضحا فماذا يصنع السياسيون لتغيير وجهة بوصلة الشارع السني لابد من اثارة موضوع يلهب عواطفهم ورجال الدين مستعدون لهذا الأمر هؤلاء آلات تشتغل بالدفع فاذا ما دفع السياسيون لهم او قدموا لهم التسهيلات فانهم مستعدون للعمل بأي طريقة كانت هذا الحال يشترك فيه رجال الدين السنة ورجال الدين الشيعة ورجال الدين الشيعة أقبح وأقذر وأوسخ من رجال الدين السنة من هنا فإن إمامنا الصادقة صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد هكذا تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذا الكلام واضح وصريح عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن مراجع التقليد عند الشيعة عن المراجع الكبار الذين تقلدهم الشيعة لأن الإمام يتحدث عن ضلال الشيعة بسببهم فالإمام لا يتحدث هنا عن مراجع التقليد الصغار يتحدث عن المرجع الأعلى ومن كان في درجته كالمراجع الثلاثة الكبار الذين هم عند الشيعة في صف المرجع الأعلى هؤلاء هم الذين أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه بسبب الكذب والدجل والتضليل والتثويل الذي يقومون به ومن هنا ضلت الشيعة بضلالهم ضلوا وأضلوا الشيعة هكذا يصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الأجواء السنية في العراق محتدمة محتدمة بسبب الخلافات فيما بين السياسيين وبسبب الخلافات فيما بين السياسيين ورجال الدين وبسبب الخلافات فيما بين شيوخ العشائر أيضا ظهرت الفضائح فماذا يصنع السياسيون على سبيل المثال أحمد عبدالله الجبوري من الوجوه السياسية المسيطرة في الواقع السني العراقي ظهرت رائحة فسهاده لم يبقى أحد إلا وشم تلك الرائحة الكريهة أبو مازن هكذا يعرف هذا مثال بإمكانكم أن تجدوا ذلك واضحا على الشبكة العنكبوتية في الجو الشيعي هناك حديث عن شيء من الفساد ولكن على استحياء لماذا لأن السيستانية يمنع ذلك يحرم الحديث عن فساد مؤسساته وعن فساد وكلائه القذرين وهناك الرعب الرعب والإرعاب في الجو الشيعي صار أكثر من الرعب والإرعاب في الجو السني عمليات عمليات الإغتيال متواصلة وعمليات الخطف متكاثرة التهديد في الأجواء الشيعية في كل مكان هذا هو الذي يجري الآن محمد رضا السيستاني بث عيونه وجواسيسه في الحسينيات في المواكب في المساجد وأصدر أمرا إلى وكلاء أبيه أن يتجسس على الجميع وصلت الأخبار إليه من أن الشارع الشيعي لا يحترمهم من أن الشارع الشيعي يتحدث عن جهلهم يتحدث عن فسادهم يتحدث عما كذبوا به في الجانب في الجانب الديني وعما كذبوا به فيما يرتبط بالأوضاع السياسية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعراقيين للعراقيين عموما وللشيعة خصوصا الشارع الشيعي يتحدث بعيدا عن هذه المرجعية الفاسدة الضالة قطعا الدخيون من أتبائهم ربما تصدر منهم بعض الكلمات لكنني أشير هنا إلى غير الدخيين من أتباعهم وإن كان الدخيون من أتباعهم يتحدثون أيضا عن فساد أولاد السيستاني وخصوصا محمد رضا وعن فساد أصهار السيستاني وعن فساد وكلائه ومؤسساته وعن فساد العتبات المقدسة التي هي مؤسسات تابعة للسيستاني إلا أنهم يقولون من أن السيستانية لا يعلم بذلك رجل كبير ومريض محمد رضا حجب عنه الأمور وكل الأمور تجري بيد محمد رضا هذا صحيح لكن السيستانية يعلم بكل التفاصيل المجرم الأول هو أما محمد رضا يأتي تبعه الفاسد الأول هو كل البلاء الذي حل بالشيعة من تحت رأسه من تحت عمامته العباسية الإبليسية هذه هي الحقيقة المقشرة إلى أين أريد أن أصل بكم أثار سياسي السنة قضية قصيدة مل باسم وإلا ففي القصائد الكثيرة التي قرأها مل باسم عبر السنين عبر السنين الطويلة فيها أكثر وأكثر وأكثر وفيها ما هو أجرأ وأجرأ وأجرأ من هذا الذي جاء مذكورا في قصيدة من حبر الصحيفة لكنهم جعلوا منها قميص عثمان جعلوها وسيلة وركزوا الحديث عن مل باسم لشهرته ولكثرة محبيه ومتابعيه وجعلوا هذا الأمر في أيام الأربعين حكاية مقصودة أرادوا أن يغير اتجاه بوصلة الشارع السني نحو الصحابة والحديث عن الصحابة وماذا يقول الشيعة عن الصحابة الشيعة يقولون عن الصحابة أكثر مما قاله مل باسم وقاله عبد الخالق المحنى وما ذكرته في الحلقتين الماضيتين هو أضعف بكثير مما تقوله الشيعة في حق الصحابة اللعناء الذين قتلوا العترة الطاهرة لا في حق كل الصحابة الصحابة الأوفياء لرسول الله نحن نتشرف ونتبرك بتراب أحذيتهم والذين لم يتورطوا في قتل العترة لا شأن لنا بهم نحن نتحدث عن الذين قتلوا العترة الطاهرة هؤلاء هم الذين نلعنهم ونتبرأ منهم وهذا ما هو بأمر جديد منذ أن كانت الشيعة تفعل هذا وإلى يومنا هذا هو لن يتغير الأمر أكانوا يتحدثون عن مل باسم أم يتحدثون عن غيره هذه لعبة وهذه حيلة وهذا تضليل وتثويل للشارع السني من قبل سياسيه ومن قبل رجال دينه لأنهم يريدون للشارع السني أن لا يلتفت إلى هذه الفضائح أتحدث عن فضائح فساد المسؤولين وفساد رجال الدين في الأجواء السنية محمد رضا وجدها فرصة سانحة فحرك جلاوزته للنفخ في هذا الموضوع النفخ في هذا الموضوع في الأجواء الشيعية ما بين مؤيد لمل باسم وما بين مستنكر عليه وراءه عمامة سوداء إنها عمامة محمد رضا العمامة العباسية الإبليسية السيستانية من الطراز الأول فالسياسي والسنة ورجال دينهم بحثوا عن ذريعة فوجدوا قميص عثمان في هذه القصيدة وقاموا ما قاموا به من نشاط أنتم تعرفونه يمكنكم أن تطلعوا على تفاصيله على الشبكة العنكبوتية النجف وتحديدا محمد رضا اقتنص الفرصة فنفخ في الموضوع لأي شيء حتى يطرح قانون في البرلمان في هذا البرلمان في البرلمان القادم حتى يطرح قانون لمعاقبة الذي يسيء إلى الرموز الدينية معاقبة شديدة ويدخلون المراجع في الرموز الدينية وربما يدخلون أهلاد المراجع وأصهار المراجع وربما يدخلون العمائم السوداء من الصف الأول من اللواطين والزنات والخميرين والفاسدين هذه الوثائق التي تثبت قبائحهم صخم الله وجوهكم يا هتلية يا سرسرية نذهب إلى فاصل شكرا